يحيي عطيه طلاء في تعصر في المفاوضات لضمه للنادي الاهلي والنادي الاهلي بدأ يعرض على مارسل كولر بعض الاسماء المحلية الاسماء اللاعبين المصريين الموجودين في الدورة المصري ومارسل كولر رافض تماما فكرة التعاقد مع ظهير ايسر محلي للفريق هو متمسك جدا بفكرة ظهير ايسر اجنبي طلب من النادي الاهلي ان هم يبحثوا وطلب ايضا من وكيل اعماله انه يبحث مع النادي الاهلي على ظهير ايسر اجنبي كف يحل محل علي معلول الفترة القادمة لان اصابة علي معلول اكيد هتاخد جزء كبير من الموسم القادم وهو عايز يدعم بظهير ايسر بالمناسبة مارسل كولر زعلان على فكرة انه مش قادر يستخدم كريم فؤاد كجناح يعني هو مقدر جدا عمل كريم فؤاد في الظهير ايسر وكفائته في هذا المركز اللي متوظف فيه بس هو عايز كمان في المستقبل في الموسم الجديد كريم فؤاد يستخدمه في مركز الجناح اكتر منه في مركز الظهير الايسر دي احكاية